إذا تسوي خير صاحبك يا أخي لا تمن عليها شاءت تسوي خير عليها والنوبة من عليها والذلة بهالخير هذا اللي سويت عليها اسمعوا ياهي النبي صلى الله عليه وآله يقول ومن اصطنع إلى أخيه معروفا فامتن به عليه أحبط الله عمله وثبت وزره ولم يشكر له سعيه الله سبحانه وتعالى يحبط عملك انت عبالك محصل الثواب ما حصل الثواب وما يشكر لك هذا السعي اللي انت سعيته بعد ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله ثم قال صلى الله عليه وآله يقول الله عز وجل حرمت الجنة على المنان والبخيل والقتات يهو القتات النبي صلى الله عليه وآله يقول وهو النمام والكلام جبناه من كتاب مكارم الأخلاق الباب الثاني عشر في نوادر الكتاب الفصل الثاني من هذا الباب الصفحة 338 ودمتم بخير وفي اعمال الله